يبدو أن الولايات المتحدة قررت استعادة المبادرة السياسية الدولية عبر إعلانها عن تعيين الدبلوماسي الأمريكي جيمس جيفري ممثلاً خاصاً لسوريا وتكليفه بإحياء عملية السلام التي تراوح مكانها برعاية الأمم المتحدة يأتي ذلك بالتزامن مع تعليق واشنطن مشاريع التحالف الدولي لإحلال الاستقرار في مناطق سورية استعيدت من قبضة تنظيم الدولة بما يؤكد أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت ترك هذا الأمر لحلفائها الذين أعلنت أنهم أمنوا المبالغ التي طالبهم ترامب بتسديدها وتركيز اهتمامها في المقابل على التطورات السياسية وخصوصاً مواجهة إيران وإبعادها عن الأراضي السورية وسيقدم جيفري المبعوث الخاص إلى سوريا تقارير لوزير الخارجية مايك بومبيو بهذا الشأن الخارجية الأمريكية قالت أنه سيقود الجهود الأمريكية لإعادة تنشيط جهود السلام المتوقفة منذ فترة طويلة والمعروفة باسم عملية جينيب إعلان يوحي بأن جيفري وفي إطار إعادة إحياء مسار جينيب ربما يضطر إلى الاشتباك بشكل مباشر مع الروس والإيرانيين المصرين على أن مسار جينيب انتهى بالفعل مع انتصار نظام بشار الأسد ولم يعد يبقى سوى أن يعترف العالم بحكام دمشق وأن يدفع الأموال لإعادة إعمار ما دمره محور دمشق وموسكو طهران وأن يشارك روسيا في إرغام اللاجئين السوريين على العودة بشعار الطوعية إلى بلدهم المنكوب بلا ضمانات لحيواتهم وحرياتهم ولا حل سياسي ولا بنية تحتية قادرة على استيعاب ملايين المهجرين مساعي إدارة ترامب لمواجهة النفوذ الإيراني في سوريا من خلال تعيين جيفري بدت المعارضة السورية مطمئنة حيالها وظهر ذلك واضحا من خلال البيان الذي نشره لإتلاف السوري مبرزا من خلاله سيرة جيفري وتركيزه كذلك على آراء سابقة له فيما يتعلق بميليشيا حزب العمال الكردستاني وميليشيا سوريا الديمقراطية ناعتا إياها بالمنظمات الإرهابية وهو ما يبدو ملتبسا في ظل دعم واشنطن لهذه الميليشيا في الشرق السوري ترجمة نانسي قنقر